بسم الله الرحمن الرحيم راح نتابع بالتسمة الجلسة الرابعة من Network Security وعن حكينا في الفيديو الماضي عن البيلانات راح نتابع ونحكي في هذا الفيديو عن مفهوم DTB Protocol أو ما يسمى Dynamic Trunking Protocol ما هو DTB؟ DTB هو بروتوكول من سيسكو مهمته ينشئ ترانك كيف راح نشئ ترانك which is used to automatically negotiation راح يعمل اه 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 وعند وعند اه 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 between Cisco switch dynamically بشكل ديناميكي رح يعمل negotiation وممكن يشكل وصلة trunk بين switch help. DTP ايضا can be used also for negotiating من اجل negotiation ووضع او وصلة trunk and the encapsulation type of either رح كمان ياخد او يكتشف التغليف الموجود في الطرفين وينشئ نفس التغليف اذا DTP protocol من مهامه انه يعمل negotiation بين البرتاب بين switch help ويمكن يشكل وصلة trunk بشكل ديناميكي بالاضافي لمعرفة نوع التغليف الموجود في الطرفين طبعا المودات اللي ممكن نلاقيه في DTP اما المود يكون access او trunk او negotiate او dynamic وديناميك ينقسم لها قسمين اما dynamic auto او dynamic desirable رح نحكي عن كل قسم منها Access mode switch interface which is configured as access mode البرت switch اللي ممكن نحن اعملنا له configuration لحتى يكون ك-access mode converts يتحول the switches interface into access mode اما نستخدم هذا الكلام طبعا هذا الكلام نستخدمه وقت بيكون عندي أنا بورت بيضيفه لvlan وهذا الvlan خلينا نقول ما اتصل بهذا البرت جهاز وهذا منشان موضوع security اللي رح نحكي عليه بعد شوي الaccess mode prevents يمنع او يحجب the use of trunking رح ينالي شيء اسمه trunk على هذا البرت رح يكون هذا البرت عبارة عن بورت اكسز فقط ولا يمكن ان يكون trunk no frame tagging will happen in an access.com port an access.com port belongs to every line متما ان هذا البرت وقت رح نعمل ان المود تبعه في access فرح يمنع مرور اي frame خلينا نقول no tagging ما رح يكون عليه tag وبالتالي رح يكون هو هذا البرت حاصرا تابع لvlan no frame tagging will happen in an access port بينما اما هذا البرت رح يكون معكينا تابع لvlan محدده trunk mode switch interface which is configured as trunk mode في حال انا عمد configuration على احد البورتات وحطيته في مودed trunk converts the switch interface into a pure trunking mode رح يكون هذا البرت حاصرا هو عبارة عن trunk فقط trunk mode interface can also negotiate with the other side switch interface في حال متما حكيت انا بالفيديو السابق وقت رحت انا على الاول switch وحولت البورت تبعه لمود trunk لما البورت المقابل له رح يصير trunk بحسب default الموجود ليش رح يصير trunk بسبب موضوع النقاشات رح يكون فيه نقاشات with the other side switch رح يكون فيه عنده نقاشات مع الطرف الاخر switch المقابل اللي قاله مع البورت تبعه to form a trunk link between two switches وبالتالي انا في حال برمجت او عملت configuration على switch الاول حطيت مود البورت في حالة trunk فالبورت المقابله رح يكون trunk ايضا السبب في ذلك هو النقاشات اللي صار او لعب يصير بين هذول البورتين negotiate mode the negotiate mode disables sending DTP packets from an interface في هذا الوضع negotiation non-negotiate non-negotiate يعني يقاف رسائت DTP بين البورتات ما رح يتم ارسال رسائت DTP وبالتالي في حال مثلا انا برمجت واحد ونقابلو كان في حال non-negotiate ما رح يقدر يستلم هاي الباكتات DTP وبالتالي ما رح يتحول بشكل أوتوماتيكي لتrank non-negotiate mode is possible only when the interface switchboard mode is access or trunk ممكن ممكن يكون فقط يكون عندي البورت اكسس او trunk بمعنى اخر non-negotiate هذا يعني DTP is disabled بروتوكول DTP رح يكون متوقف على هذا البورت dynamic auto dynamic auto switchboard configured dynamic auto is capable to form trunk link in the other side switch interface is configured is configured to form a trunk interface and can negotiate with the trunk using DTP عبيدي في حال كان في عندي انا بورتو عملت عليه configuration as DTP dynamic auto هذا البورتو رح يكون قادر على تشكيل link trunk مع الطرف المقابل له في switch المقابل له is configured to form trunk's interface and can negotiate و رح يكون في حالة negotiation مع الطرف الاخر من خلال رسائل DTP نرجع على المثال اللي انا شفته منه شوي اللي هو switchين اللي كان في اللاب العملي في الفيديو السابق ال switch الاول انا وقت رح اتحولت المود تبع البورت اللي عدت بسويتش التاني لمود trunk اللي ان البورت المقابل له رح يتحول لترنك مباشرة السبب في ذلك انه باي بيفولت البورت موجود في حالة dynamic auto وبالتالي رح يكون عنده negotiation بين بعضهم هذا negotiation رح يبعت رسائل DTP بشكل دائم للسويتش التاني هون تحول لترنك رح يبعت رسائل DTP للطرف الاخر اللي انا اتحول لترنك وبالتالي رح يتحول البورت مقابله كمان لترنك مقابله switch interface which is configured as DTP dynamic auto mode will not generate DTP message on the interface في حال اتحول او كنت انا عامل DTP خلينا نقول منفذ كان موجود في حال dynamic auto هذا المنفذ ما رح يقدر يبعت او يولد رسائل DTP ابدا وبالتالي هو فقط رح يكون في حالة استماع في حال المقابل تحول لترنك رح يحول نفسه لترنك ولكن ما رح يخبر اي بورت اخر والبورت المقابل ما رح يخبره انه انا صار موجود عندي ترنك على سبيل المثال DTP dynamic auto interface will only listen passively رح تظل تستمع او تتصنط بشكل صامت بالنسبه لرسائل DTP اللي عبتوها من الطرف الاخر في حال كان البورت بحالة dynamic auto فرح يستقبل رسائل DTP من الطرف الاخر ويستمع لقلاب بشكل passively صامت في حال الطرف الاخر ما قبله كان في حالة خلال نقول ترنك فهو رح يكون ترنك ولكن ما رح يبعث اي رسائل DTP تخبر الطرف المقابلة له انه يصار في حالة ترنك إذا DTP dynamic auto interface received a DTP message from the other interface of the other side and switch a triangle link will be formed في حالة وصله DTP message بهاي الحالة البورت اللي هو dynamic auto رح تحول لترنك ويستمع لهذا المسيج لاجده dynamic desirable dynamic desirable switch port configured as DTP dynamic desirable mode will actively try to convert the link to a triangle link using dynamic triangle protocol DTP في حالة انا كان عندي بورت وعملت علي dynamic desirable هذا dynamic desirable رح يخلي هذا البورت بشكل نشط وليس بشكل بسئي بلينك ما شفناه في dynamic auto رح يحاول يتغير لوصلة trunk باستخدام dynamic trunking protocol أو ما يسمى DTP if the port connected to the other port is capable to form a trunk a trunk link will be formed مثلا اذا البورت المتصل في الطرف الاخر كان عبارة عن trunk وبالتالي رح تتشكل وصلة trunk بين البورتين في مثالنا السابق مرجع لالو في حال انا سويتش الاول حولت المود للترنك الطرف المقابل لالو في حال كان البورت المتصل هو عبارة عن dynamic desirable رح يتحول ايضا لترنك بشكل ورح يبعد رسائل DTP The interface which is configured as DTP dynamic desirable mode will generate DTP message نقطة مهمة جدا في dynamic auto كان يتحول لترنك مثلا بس ما بيبعث رسائل DTP message اما desirable بيبعث رسائل DTP message للطرف الاخر إذا switch receive DTP message from the other side switch it will assume that other side port is capable for handling tag frames and the trunk link will be formed between two switches في حال استنام DTP messages من طرف اخر رح يعالج هاي يكون قادر على معالجة هذه الرسائل DTP رح يتحول لترنك بين switch مباشرة طبعا رح يكون قادر على إرسال رسائل DTP هاي الحالات رح يشوفها بين switch في حال كان switch و الربط بيناتهم في الطرف الاول كان مودل بورد و عبارة عن dynamic desirable و المقابلة له كمان dynamic desirable في حال هون تحول لترنك رح يبعد رسائل DTP للطرف الاخر و الطرف الاخر رح يكون ايضا بحاجة negotiation مع الطرف الاول وبالتالي رح يتحول كمان لترنك و يخبر و يبعد كمان رسائل DTP لها switch رح يتشكل بيناتهم طبعا في حال كان عندي الطرف الاول dynamic desirable وبالطرف الثاني dynamic auto dynamic desirable رح مثلا يتحول اذا تحول لترنك رح يبعد رسائل DTP رح يستلمع dynamic auto و يتحول لترنك لكن ما رح يرسل اي رسائل عكسي DTP لهذا الطرف لكن trunk link رح يكون متشكل بيناتهم حالة اذا كان عندي انا هون dynamic auto وبالطرف الثاني dynamic auto في حال كان في dynamic auto هون حتى لو تحول لترنك مثلا ما رح يبعد اي رسائل DTP للطرف الثاني والطرف الثاني كذلك الامر في حال تحول لترنك لن يرسل اي رسائل DTP للطرف الاول وبالتالي ما رح يتشكل بيناتهم اي trunk في حال كان المود الاول هو trunk والمود الثاني هو trunk وبالتالي الطرفين رح يضلوا يبعدوا لبعض رسائل DTP ووصلة trunk رح تكون موجودة بيناتهم الحال الخانسة في حال كان عندي انه هو mode trunk والطرف المقابل هو dynamic desirable مثل ما انه dynamic desirable رح يضل في حال negotiation واستيلام رسائل DTP message في حال تحول هذا لترنك رح يرسل رسائل DTP message رح يستلمع في dynamic desirable ويتحول لترنك ويرسل ايضا رسائل DTP وبالتالي وصلت لترنك رح تكون فعالة بين الطرفين في حال كان عندي المود trunk والمقابل له هو dynamic auto بهاي الحالي رح يرسل السويتش الاول او البرت giga ethernet 00 رح يرسل رسائل DTP message من البرت اللي هو trunk باتجاه البرت اللي هو dynamic auto في السويتش التاني السويتش التاني رح يتحول لترنك ولكن ما رح يرسل اي رسائل DTP ولكن بهي الحالي رح يكون ايضا الترنك شغال بيناتهم هاي بالنسبة لها الانواع اللي انا ممكن يشوفها في البورتات الموجودة على switch